اهلا بكم في حلقة جديدة على قناة مكملين معكم اشابه في السلسلة الجديدة وهي تعلم شغل الرعاية طبعا النهاردة في سلسلة دي هنشرح استخدام وتحضير واعطاء قبل من ابدأ الشرح يليس تنسى تعمل عليكم كومنتو واشتراك في القناة لو انتم مش مشترك وتفعيل زر الجرس عشان وصلك كل جديد ويلا بينا نشوف حلقة النهاردة طريق التحضير اول حاجة نعازك تعرفها فيه طبعا استخدامه هو بيستخدم اه كحاجة ايه 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 دي طبعا ادوية بتمنع جلطات تكونت بالفعل يعني بيمنع او بيدوى بجلطة بالفعل متكونة تمام الفرع ما بينه وما بين الهيفارين ان الهيفارين بيستخدم بقى كأنتي كو اجولانت دراج ازاي كأنتي كو اجولانت دراج اللي هي حاجة كده بتمنع الجلطة قبل ما تتكون اما الاستريبتو كايناز بيمنع الجلطة بالفعل تكونت ده الفرع ما بين الاتنين ندخل بقى على طريقة التحضير الاستريبتو كايناز طبعا يا شباب بيتحل اه بتحل خمسة ملي من محلول الملحة والجلوكوس خمسة في والخمسة ميلي دول بتحقنهم بغطئ شديد على جدار الفايل وعدم رجل الفايل لمنع تكسر المادة الفعالة الموجودة في الاستروبتوكايناز تمام دي اول حاجة تاني حاجة بعد ما حلية الخمسة ميلي دي طبعا بتضيفها لمية ميلي من محلول الملح او الجولوكوس خمسة في المية لازم تعمل مونيتور للاستروبتوكايناز يعني مراقبة الاستروبتوكايناز الضغط بالذات لانه الاستروبتوكايناز بيعمل لك انخفاض في الضغط اخر حاجة لازم تعمل للمريض بعد اعطاء الاستروبتوكايناز يا ريت لو استفدت حتى للمعلومة واحدة تكتبنا في الكومنتات واشوفكو في حلقة جديدة بازن الله يا الله سلام.